أهلا بكم متابعين الكرام مشروع مغرب غير مسبوق سيجعله يتصدر العالم لا تساوي الشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تنضموا إلى قناتكم قناة مجتمع المعرفة المغرب في الطريق الصحيح ومن هنا إلى سنوات قليلة قادمة سيصبح من أغنى الدول وهذه ليست مبالغة بل هي حقيقة حيث يشتهر هذا البلد بمصفوفاته الشمسية الضخمة والرائدة على مستوى العالم لكن هذه المشاريع الضخمة هي مجرد بداية للعمل الذي يمكن للمغرب القيام به في مجال مكافحة تغير المناخ وفي عام 2009 وضع المغرب خطة طاقة طموحة تهدف إلى أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من إجمال قدرة الطاقة المركبة بحلول عام 2020 وقد أدت هذه الخطة إلى توسع قوي في كل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مدى العقد التالي وزادت قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 16 ضعفاً وإن كانت النسبة الأساسية في البداية منخفضة وزادت طاقة الرياح 6 أضعاف بحلول عام 2020 كما بنى المغرب مجمع نور ورززات والذي يعد أكبر محط للطاقة الشمسية المركزة في العالم ومجموعة هائلة من المرايا المنحنية التي تمتد على مساحة 3000 هكتار ما يعادل 11.6 ميلاً مربعاً والتي تركز أشعة الشمس نحو أنابيب من السوائل ثم يستخدم السائل الصاخن لإنتاج الطاقة وفي نهاية المطافة أخفق المغرب في تحقيق هدفه لعام 2020 إذ شكلت الطاقة المتجددة 37% من إجمال الطاقة في عام 2020 لكن البلاد قطعت شوطاً طويلاً في هذا المجال ومنذ ذلك الحين تعهد المغرب بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030 20% من الطاقة الشمسية و20% من طاقة الرياح و12% من الطاقة المائية وبالمقارنة بالعديد من البلدان الأخرى يبلي المغرب البلاء حسناً نسبياً فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي إذ تقترب سياسته وتعهداته من أن تتماشى مع الهدف المتمثل في الحد من درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية وفقاً لتحليل من مجموعة أبحاث تعقب العمل المناخي وفي يونيو حزيران 2021 حدث المغرب تعهده للأمم المتحدة بشأن المناخ من خلال وعد بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تراوح بين 17% و18% بحلول عام 2030 بل وتعهد بالعبل على رفع هذه النسبة إلى ما يتراوح بين 42% و46% في حال تلقيه دعماً دولياً كما بدلت البلاد جهوداً كبيرة لتقليل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري مستفيدة من انخفاض أسعار النفط في عامي 2014 و2015 لإلغاء دعم البنزين وزيت الوقود وحظيت البلاد بإشادة كبيرة لاستخدامها الأموال التي وفرتها من رفع الدعم عن الوقود الأحفوري في زيادة الأموال المخصصة للتعليم وتنفيذ خطة التأمين الصحي ومع ذلك لا يزال الدعم المالي للمنتجات النفطية يصل إلى حوالي 3.4 مليار دولار أي حوالي ثلثي عجل الميزانية السنوية للمغرب وعلى الرغم من أن انبعاثات المغرب صغيرة مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة فإن حرق الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة والإسمنت لا يزال مصدرا كبيرا للانبعاثات في البلاد ولا يزال المغرب يستورد معظم طاقته لتلبية استهلاكه المتزايد للطاقة والذي زاد بمعدل سنوي قدره 6.5% في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2002 و2015 ويجري توليد الكثير من تلك الطاقة المستوردة من الوقود الأحفوري ويعتمد المغرب بشكل خاص على طاقة الفحمة التي يتوسع فيها إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة ويستخدم الفحمة في توليد حوالي 40% من الكهرباء في البلاد ومع ذلك في مؤتمر المناخ الذي عقد في غلاسكو هذا الشهر كان المغرب من بين البلدان العشرين التي التزمت التزاما جديدا بعدم بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحمة إلى فرصة قادمة دمتم أوفياء مشاهدين الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة